محاضرة الفصل الثالث ونختص بالحسابات والأرقام إلى إن شاء الله أن يتم تسجيله بفيديو خاص لكي نبين كيفية حسابات المرونة على كل حال أنتم مطالبون فقط فيما سنحكي وما سنشرح في هذه المحاضرة صفحة 25 الطلب والعرض بداية قبل بتعريف الطلب نحب أن ننوه بأن السلع الموجودة في متناولنا هي نوعين سلع اقتصادية وسلع حرة كيف نميز بين السلع الاقتصادية والسلع الحرة السلع الاقتصادية بداية هي السلع التي لها منفعة وثمن السلع الاقتصادية هي السلع التي لها منفعة وثمن يعني مثلا المعلبات السكر الشاي الغاز كله له منفعة وثمان يعني مندفع ثمنه ومنستفيد منه منستفيد من منفعته أما السلع الحرة هي السلع التي لها منفعة وليس لها ثمن يعني منستفيد منها ولكن لا ندفع ثمنها مثل الشمس مثل الاستفادة من الطرق مثل المنتزهات الحكومية مثل البحر مثل الشارع مثل الطبيعة مثل الهواء لها منفعة وليس لها ثمن قبل البدء أيضا بتعريف الطلب يعني نأخذ مثال الآن لو أنا حبيت أحصل على جوال عندي رغبة يعني أني أحصل على جوال هل تحقق الطلب؟ لم يتحقق الطلب لأني لم أملك الجوال فعلا مجرد الرغبة لا تعطي ملكا أو امتلاك للسلعة أو لا يتحقق الطلب بعد ذلك يعني لو عندي رغبة وعندي قوة شرائية يعني عندي أموال هل تحقق الطلب؟ لا يتحقق الطلب لأنه أنا عندي أموال وخاطر أشتري الجوال لكن لم أمتلك الجوال بالفعل طيب لو عندي رغبة وعندي قوة شرائية وتحقق الطلب يعني رحت امتلكت السلعة هنا نقول بأن هنا تحقق الطلب واكتمل الطلب وأصبح الطلب فعال ولكن إن نقص واحدة منهم نقول أن الطلب هو طلب سلبي الآن من خلال ما تم سرده يعني نستطيع أن نعرف الطلب بأنه الرغبة الأكيدة في الشراء التي تؤيدها وتعززها قوة شرائية فعلية للحصول على كمية من السلعة أو من سلعة معينة عند سعر معين وفي فترة زمنية معينة قانون الطلب تعريف قانون الطلب يا جماعة لا نريد أن نسرد فيه كثيرا ولكن قانون الطلب فيه عند سلعة وفيه عند سعر وفيه عند كمية مطلوبة لما بارتفع السعر الكمية المطلوبة طبعا حتنخفض لما يرتفع السعر البندورة الكمية المطلوبة من البندورة حتنخفض ولما ينخفض السعر الكمية المطلوبة حترتفع حاللاحظ أنه علاقة عكسية إذن قانون الطلب باختصار تعريفه هو القانون الذي يوضح العلاقة العكسية بين سعر سلعة والكمية المطلوبة منها عند ثبات العوام الأخرى يعني يمكن اللي بقاءه كتاب بيشوف في الصفحة 27 اللي هو جدول الطلب باللاحظ انه السعر قاعد بنخفض من 20 16 14 12 8 ولما بنخفض انه الكمية المطلوبة عن ناحية التانية بترتفع من 40 60 70 80 100 فباللاحظ لما كان السعر 20 كانت الكمية المطلوبة 40 ولما صار السعر انخفض ل 16 الكمية المطلوبة ازدادت وهكذا هذا جدول الطلب ايضا جدول الطلب نفس تعريف قانون الطلب ولكن بنضيف بداية التعريف جدول الطلب هو الجدول الذي يوضح العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها كذلك منحنى الطلب لو اجينا عرفنا منحنى الطلب نفس التعريف ولكن بنضيف كلمة منحنى الطلب منحنى الطلب هو المنحنى الذي يوضح العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها نقلب صفحة 28 احنا حكينا طبعا انه السعر بأثر على الكمية المطلوبة هذا قانون الطلب ولكن هنا العوامل التي تؤثر على الطلب يعني محددات الطلب غير السعر فيه اشياء اخرى غير السعر بتأثر في طلبنا على سلاة نمرة واحد الدخل كل ما بزيد الدخل بلاحظ انه الطلب يزداد كل ما يزداد الدخل تبعي بلاحظ انه الطلب يزداد فبلاحظ انه هنا علاقة ترضية بين الدخل والطلب علاقة ترضية بين الدخل والطلب بشكل عام ولكن بين السلع الرديئة بلاحظ انه العلاقة عكسية فلما بزداد الدخل الطلب بنخفض على السلع الرديئة يعني بمعنى اخر مثال لو ازداد الدخل تبعك بتلاحظ انه الطلب على السلع الرديئة اللي هي المثلجات والخردة وغير 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 البالة وكده بانخفض لكن كل ما بزيد الدخل الطلب بشكل عام يرتفع على السلع العادية اللي زي السكر والشاي واللحوم وغيره نمرة اتنين عدد المستهلكين هنا بلاحظ انه كل ما بزداد عدد مستهلكي السلعة كل ما بزداد الطلب عليها وبلاحظ هنا علاقة طردية نمرة تلاتة الاذواق والميول بلاحظ انه كل ما اتجهت الاذواق والميول نحو سلعة معينة كل ما ازداد الطلب على هذه السلعة وبنقول انه هناك علاقة ضردية بين اتجاه الاذواق والميول نحو سلعة معينة والطلب على هذه السلعة ايضا من العوام التي تؤثر على الطلب محددات الطلب نمرة اربعة اثمان السلعة الاخرى السلعة الاخرى يا جماعة اما بتكون بديلة او مكملة او مستقلة السلعة البديلة اللي هي ممكن استخدم واحدة بدل الاخرى لسد اشباع حاجتي كمستهلك اما السلعة المكملة هي السلعة التي تستخدم معا لاشباع حاجة المستهلك مثل السكر والشاي نشوف العلاقة هنا لو ارتفع سعر السكر لو ارتفع السلعة البديلة لو ارتفع سعر الدجاج هللاحظ الكمية المطلوبة من لحمة الحبش برضو هترتفع لانه لو ارتفع سعر الدجاج الناس اللي بتشتري الدجاج هتروح تشتري لحم حبش فباللاحظ انه لو ارتفع سعر الدجاج بتزداد الطلب او بزداد الطلب على الحبش اما السلعة المكملة فباللاحظ انه عند ارتفع سعر مثلا السكر فان الطلب على الشاي ينخفض لانه ابوك هيقول لك خفض يا ولد استهلاكك من السكر عفوا من الشاي لانه السكر سعره عالي فكلما ارتفع سعر السكر كلما انخفض الطلب على الشاي ويوجد نوع اخر كمان تأثير اخر هي السلع المستقلة الملهاش علاقة ببعض فلو ارتفع سعر السيارات فباللاحظ انه الطلب على سعر البندورة لم يتأثر نمرة خمسة توقعات المستهلكين الان انا عندي ثلاث توقعات في عندي بتوقع انه سعر السلع ممكن يزيد او بتوقع انه سعر السلع ممكن ينخفض او بتوقع انه سعر السلع ممكن يضله ثابت لو انا الان توقعت انه سعر السلع سعر السكر سعر السكر توقعت انه سيرتفع في المستقبل بتوقع انه سعر السكر سيرتفع في المستقبل فحاليا بزود الكمية المطلوبة او الطلب على السكر ولكن لو توقعت انه لسبوع الجاي مثلا سعر السكر حينخفض حخفض سعر السكر في الوقت الحالي والان عفوا هخفض سعر كمية الشراء من السكر في الوقت الحالي لو توقعت انه سعر السكر حيكون ثابت في المستقبل مش هغير من استهلاكه من السكر بعد ذلك دالة الطلب دالة يعني علاقة دالة الطلب هي الدالة التي توضح العلاقة بين المتغير الكمية المطلوبة بالتغير في محددات الطلب يعني العلاقة الدالية دالة الطلب هي العلاقة التي توضح العلاقة بين التغير في الكمية المطلوبة بالتغير في محددات الطلب يعني لما تزيد محددات الطلب كمية المطلوبة بتزيد اكيد طبعا صفحة 30 في التغير السعري والتغير غير السعري التغير السعري انه السعر فقط هو البأثر في الكمية المطلوبة السعر فقط هو البأثر في الكمية المطلوبة وبتم التغير على نفس منحنى الطلب بينما التغير غير السعري أن العوامل الأخرى هي محددة الطلب مثل الداخل على المستهلكين والميول وهكذا هي التي تؤثر في التغير في الطلب ويتم التغير بانتقال منحنة الطلب إلى اليمين في حالة الزيادة وإلى اليسار في حالة الانخفاض الآن في موضوع المرونة خلينا نفشق عن موضوع المرونة لحين ما انسجله تسجيل صفحة 38 في العوامل التي تؤثر على مرونة الطلب السعرية يعني عوامل بتؤثر على مرونة الطلب السعرية مرونة بداية يعني استجابة يعني في عوامل بتخلي السلعة تستجيب للتغير البحدث في السعر أو ما بتخليش في استجابة نمر واحد مدى وجود بديل للسلعة كلما كان طبعا في عبارات كتير بجيبها في الأمور يعني غالبا في حاجات بجيبها في عبارات الصح والخطأ والاختيار مثل هذه المواضيع مدى وجود بديل للسلعة فكلما توفر بديل للسلعة كلما كانت مرونة الطلب على السلعة عالية ليش؟ لأن أنا ممكن لما يرتفع سعر سلعة بروح باستخدم السلعة البديلة نمر اثنين مدى ضرورة السلعة بالنسبة للمستهلك السلعة لما تكون ضرورية بالنسبة إليك لو ارتفع السعر أو انخفض ما بتكتر تتركها ما بتكتر تتركها فمرونة الطلب عليها قليل يعني مثلا ضرورة السلعة بالنسبة للمستهلك زي الأدوية لو ارتفع سعرها وانخفض سعرها ما بأثر على الكمية المطلوبة منها فباللاحظ أنه كلما كانت السلعة ضرورية بالنسبة للمستهلك كلما كانت طلب عليها غير مرن مقدار نصيب السلعة من دخل المستهلك ثلاثة مقدار نصيب السلعة من دخل المستهلك إذا كان مقدارها عالي من دخلك زي اللحوم لو ارتفع سعر اللحوم هللاحظ أنه الكمية المطلوبة هتنخفض وإذا انخفض سعر اللحوم الكمية المطلوبة من اللحوم هترتفع فهنا فيه تأثير طالما فيه تأثير في مرونة فباللاحظ أنه إذا كان مقدار السلعة عالي من دخل المستهلك يكون مرونة أو تكون مرونة الطلب عالية أما إذا كان قليل نصيب السلعة من دخل المستهلك فبيكون المرونة هنا قليلة مثل الكبريت مثلا أو الولعات لو صارت كل خمس ولعات بشكل مش هتجيب ولعات وتخزن في البيت يعني هنا ما في مرونة ليش لأنه مش هتأثر علي كتير لو صار سعر كيلو الملح بنص شكل مش هتجيب كياس ملح وتخزن لأنه كده كده استهلاكك من الملح قليل نمر أربعة حجم دخل المستهلك هنا المستهلكين نقسم إلى قسمين محدود الدخل يعني فقراء وفي أغنية الفقراء يعني أي تغير في سعر السلعة بيأثر عليهم بيأثر يعني في مرونة الأغنية أي تغير في سعر السلعة ما بيأثر عليهم يعني ما في مرونة فهنا الطلب على السلعة عند الأغنية قليل المرونة وعند الفقراء عالي المرونة في عندي مرونة الطلب الدخلية مرونة الطلب الدخلية هي استجابة الكمية المطلوبة للتغير الذي يحدث في دخل المستهلك يعني عفوا استجابة الكمية المطلوبة من سلعة نتيجة التغير الذي يحدث في دخل المستهلك يعني الدخل لما بزيد أو بنخفض الكمية المطلوبة من السلعة ممكن تزيد أو تنخفض وهنا يعني في معادلة مش مطلوبة منك المعادلة ولكن نتيجة تبعتها لو كانت سالب بيكون السلعة رديئة ولو كانت أكبر من واحد بيكون السلعة كمالية ولو كانت أقل من واحد بيكون السلعة ضرورية وهذه نوهولها يعني علموا عليها لأنه تختبر فيها في الصحوي الخطأ بنقلي بالصفحة ضرورة امتلاك الكتاب يا جماعة مرونة الطلب المتقاطعة الهيلين عكاسية مرونة الطلب المتقاطعة الهيلين عكاسية اللي هي استجابة التغيرات التي تحدث في الكمية المطلوبة من سلعة نتيجة التغير الذي يحدث في سعر سلعة أخرى يعني أنا هنا بتأثر سعر بتتأثر الكمية المطلوبة من الدجاج نتيجة سعر الحبش تمام اللي هي سلعة أخرى مثلا مثلا يعني أو الكمية المطلوبة من السكر نتيجة سعر الشاي أو الكمية المطلوبة من الشاي نتيجة سعر السكر بيقول لي النتيجة لو طلعت سالب أو موجب إذا طلعت سالب بيكون السلعتين مكملتين وإذا طلعت النتيجة موجب بيكون السلعتين بديلتين نقل بصفحة 42 زي ما خدنا جماعة في الطلب سوف نأخذ العرض العرض هو الكمية التي يعرضها المنتجون من سلعة معينة للبيع خلال فترة زمنية معينة العرض هنا يا جماعة البائع أو المنتج والبائع بهم السعر يكون عالي يعني كل ما بيرتفع السعر بيعرض أكثر عكس الطلب أو المستهلك قانون العرض هو القانون الذي يوضح العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها يعني كل ما بيرتفع سعر السلعة الكمية المعروضة عفوا بتزيد لأنه المنتج بهم السعر يزيد جدول العرض هو الجدول الذي يوضح العلاقة الطردية بين سعر سلعة والكمية المعروضة منها وهالله هنا صفحة تلاتة وأربعين إنه السعر جاعد بنخفض فالكمية المطلوبة المعروضة أكيد هتنخفض لأنه لما تنخفض السعر إزا لما هيعرض أقل يعني عشرين صار تمانية الكمية هتكون ستعاش صارت اتناعش منحنى العرض هو المنحنى الذي يوضح العلاقة الطردية بين سعر سلعة والكمية المعروضة منها في عندي هنا عوامل أخرى غير السعر بأثر على الكمية المعروضة يعني بتخلي المنتج يعرض كتير أو قليل ارتفاع أثمان عناصر الانتاج إذا ارتفعت أثمان عناصر الانتاج عند المنتج يعني أثمان عناصر الانتاج اللي هي مثلا العمال والمواد الخام وهكذا لو ارتفع مثلا عناصر الانتاج يعني صارت سلعة تكلفني كتير فالكمية المعروضة ستنخفض يعني علاقة عكسية بين ارتفاع أثمان عناصر الانتاج والكمية المعروضة اثنين المستوى الفني للانتاج كل المصنع أو المنتج ما يستخدم مستوى فني للانتاج أفضل كل ما بتزيد الكمية المعروضة يعني كل ما بيستخدم التكنولوجيا بشكل أكثر كل ما بتزيد الكمية المعروضة يعني كعلاقة طردية بين المستوى الفني للانتاج والكمية المعروضة من السلعة نمرة ثلاثة سياسة الدولة المالية فالدولة كل ما بتزيد سعر الضريبة كل ما بنخفض الكمية المعروضة كل ما الدولة بتخفض من الضريبة كل المنتج ما بيزيد الكمية المعروضة يعني علاقة عكسية بين سياسة الدولة المالية والكمية المعروضة برضو هنا بنترك المسائل تحت مرونة العرض الآن آخر نقطة في هنا في الفصل الثالث العوامل المؤثرة على مرونة العرض يعني حاجات بتخلي المنتج يزود من عرض السلعة أو يخفض من عرض السلعة نمرة واحد قابلية السلعة للتخزين إذا السلعة بقدر أخزنها بيكون مرونة عرضها عالية يعني السلعة إذا بقدر أخزنها بيكون مرونة عرضها عالية يعني يعني كل ما بقدر أخزنها بقدر أعرضها وقت ما بدي يعني في هنا مرونة نمرة اتنين قابلية عناصر الانتاج للانتقال إذا بقدر أنقل عناصر الانتاج للانتقال من سلعة إلى سلعة أخرى بيكون مرونة العرض عالية يعني مثلا أنقل عناصر الانتاج من صناعة القمح إلى الشعير بيكون مرونة العرض عالية نمرة ثلاثة طول الفترة اللازمة للانتاج لانتاج السلعة إذا في سلعة يا جماعة فترة انتاجها بتطول زي البواخر السفن الكبيرة الطائرات يعني لو مثلا الآن أنا عندي مصنع طائرات لو يجي واحد قال لي بدي مئة طائرة بكرة بقدرش أعرضها لأنه بتطول في انتاجها لو يجي واحد قال لي بدي مئة باخرة بكرة بقدرش أنتجها لأنه أنا بطول في انتاجها فكل ما بتمر السلعة في تصنيعها في مرحلة انتاج أعلى فبكون مرونة عرضها أقل والعكس نمرة أربعة المرحلة الانتاجية واخضوحها لقانون تناقص النفقات أو تزايد النفقات إذا السلعة بتمر في مرحلة تناقص النفقات يعني بتكلفنيش كتير انتاج السلعة فمرونة عرضها عالية وإذا بتمر السلعة في مرحلة تزايد النفقات بيكون مرونة عرضها منخفض وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة قادمة بإذن الله